بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا فيكم في الجلسة 218 لمدرس وزراء تصادف اليوم الذكرى الرابع والخمسين لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك والتي وقعت عام 69 إن ذاك الحريق لم ينطفق بل امتدت ألسنته إلى القرى والبلدات وتغذيه عقيدة الحرق والمحو والإبادة الجماعية التي أصبحت سياسة رسمية للحكومة الإسرائيلية وطالما ظل الجناب مأمن من العقاب فإن هذا الإجرام سيستمر من جانب آخر فإن الجريمة المروعة التي ارتكبها جنود الاحتلال بحفر نجمة سداسية على وجه شاب مقدسي تعكي الصورة من أبشع صور التوحش والسادية التي تشجعها ممارسات وسياسات غلات المتطرفين الذين يتولون الحكم اليوم في إسرائيل وقد وجبت محاكمتهم كما تتعالى أصوات المستعمرين وشعارات المتطرفين مطالبة بمحو بلدة حوارة مرة أخرى فقد تعرضت البلدة وقرى جنوب نابلس وعدد من مناطق أخرى من جديد خلال اليومين الماضيين إلى أعمال إرهابية من قبل عصابات المستوطنين هذه العقوبات الجماعية والعدوان المتكرر سوف تزيد شعبنا صلابة وعزيمة أمس شاركت بافتتاح العام الدراسي وشاهدت البهجة في عيون الطلبة فرحاً بالعودة إلى مقاعد الدراسة ومع بداية العام فقد تم افتتاح أكثر من عشرين مدرسة جديدة تضم 248 غرفة صفية وتم توظيف 1200 معلم جديد أتقدم بالتهنية لأسرة التربية والتعليم طلاباً ومعلمين ومعلمات وإداريين وعاملين إن المعلم والطالب والمدرسة سيبكون رموزاً للنضال في مواجهة المحتل وأدواته أتقدم باسم مجلس وزراء للإخوة المحافظين الذين تقاعدوا بجزيل الشكر والتقدير على خدمتهم المتواصلة في السنوات الماضية كما أتقدم بجزيل الشكر للإخوة السفراء الذين بلغوا سن التقاعد على عملهم الدؤوب من أجل رفع اسم فلسطين عالياً والدفاع عن قضاياها الوطنية من يتقاعد من الوظيفة العمومية لا ينتهي دوره النضالي أو الوطني ونحن معاً من أجل فلسطين مجلس الوزراء يثمن قرار جمهورية فنزويلا رفع تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين إلى مستوى سفارة هذا القرار يؤكد على مواقف فنزويلا الراسخة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ويؤكد على عمق العلاقة التاريخية وروابط الصداقة بين فنزويلا وفلسطين نشكر فنزويلا وشعبها ونشكر الرئيس مادورو على هذا القرار التاريخي يناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا أمنية ومالية وقضايا تحص الطاقة وملفات تحص الأسرة وقانون العقوبات وقضايا لدائرة مياه الضفة الغربية والطب الشرعي ودعم التجمعات البدوية في السفوح الشرقية وشكرا